الله أكبر الله أكبر 581 هناك وثيقتان من الكهف الرابع إحداهن بالعبرية والثانية بالآرامية ويعود تاريخهما إلى نهاية القرن الأول قبل الميلاد وتحتويان على جذاذات أبراج بين قسين أبراج أو بدقة أكثر معرفة الطالع بواسطة الأبراج مدعية وجود تناظر بين ملامح الشخص وبين مصيره ومنازل النجوم موضاعه ونشر النص العبري جيم ميم وقد كتب على شكل أحاجي سبيانية هذا النص تحديداً من مخطوطات قمران بعود تاريخه إلى نهاية القرن الأول موجود على شكل أحاجي سبيانية وكتب من النص من اليسار إلى اليمين عوضاً عما هو معتاد من اليمين إلى اليسار هذا النص تحديداً كتب من اليسار إلى اليمين طيب ليه؟ ومع أن النص قد كتب بالأبجدية العبرية المربعة الدارجة معناتها نص مضاف للمخطوطة القمرانية تمام؟ يعني فيه واحد فوت إيده هيك حرف لعب وعمل هالقصة طيب فقد تمت استعارة حروف من العبرية المهجورة أو الفينيقية من الإغريقية لا إله إلا الله أما الأبراج الآرامية فهي تبعاً لمحققها جيم ستاركي تخص الأمير الأخير لجماعة المصليين أو المسيح الملكي وليس من المستبعد على كل حال أن النص يشير إلى الميلاد الإعجازي لنوح طيب نوح هل مسحة بالزيت؟ لا ركزوا يا شباب حتشوفوا هلأ مواصفات هذا المسيح الملكي عينه سوداوان ومشعتان ولحيته فراغ صوته رقيق أسنانه جميلة مرصوفة بشكل جيد هو ليس طويلاً ولا قصيراً وأصابعه رفيعة طويلة وأطرافه ناعمة وأخمس قدميه يعني أصابع إجريه مستوية جميلة وتتألف روحه من ثمانة أجزاء المهم نوصل ويوم ميلاده الذي سيلد فيه أو ولد فيه وحيوانه فراغ ليده إثنان علامة ولادة وسيكون الشعر أحمراً وسيكون هناك عدس على فراغ وعلامة ولادة صغيرة على جنبه وسيعرف بعد عامين كيف يميز بين شيء وآخر وعندما يكون صغيراً سيشبه فراغ مثل الرجل لا يعرف شيئاً حتى الوقت سيعرف فيه ثلاثة كتب ثلاثة كتب وعندما سيحصل على الحكمة ويتعلم الفهم رؤيا ستأتيه على ركبتيه مع أبيه وأجداده وحياة وعمر مديد المشورة والحكمة ستكون معه وسيعلم أسرار الإنسان وستصل حكمته إلى جميع الناس إلى جميع الناس رحمة للعالمين وسيعلم أسرار جميع نواياهم ضده ستتبدد تماماً وسيكون حكمه على الأرض حكمه على جميع الأحياء عظيماً وستكون نواياهم ناجحة لأنه من خلص الرب من خلص الرب وميلاده ونفخه روحي وستكون نواياه إلى الأبد بالله عليكم كل واحد يفوت على كتب السنة ويسمع مواصفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفس المذكور بالضبط صحابي من الصحابة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن اللون اللي بشعره فقال له هايدي من الحنة مخطوطات البحر الميت وسر أصحابها دكتور كميل الخباز 119 بيقول تحت عنوان الطابع المشيحي وفي وصية لاوي يلاحظ أن ترقب اللويين لتسليم وضيفة الكهنود في أورشليمة جديدة يتوافق مع ترقب جماعة قمران لمجيء مسيحي إسرائيلي وهارون أي المسيح الملك والمسيح الكاهن مجيء مسيحي لمجيء مسيحي إسرائيلي أو إسرائيل وهارون يعني مسيح من هون ومسيح من هون أي المسيح الملك والمسيح الكاهن تمام؟ جميل جدا طيب وبالتالي تندرج تلك المخطوطة ضمن إطار الزمني المشيحي وتجدر الإشارة إلى أن ملحق نظام الجماعة وكتبات المباركة تعلقان بالزمن المشيحي وآخر الأيام لأنهما يؤكدان أن قناعة جماعة قمران باقتراب مجيء المسيح الكاهن والمسيح الملك مركزين؟ الذين ستخضع لسلطتهما أثنين شعوب الأرض جميل جدا شكرا يعطيك العافية هناخد كتاب تاني اسمه مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران شوف أنا ما تركت كتاب لمخطوطات قمران إلا ما جبت لكم من كل بستان مجموعة من الزهور مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران الدكتور أسد رستم المؤرخ الكرسي الأنطاكي هنفتح صفحة 76 هارون وآخر من إسرائيل هارون وآخر من إسرائيل وليس لدينا في أدب قمران ما يعيننا على التعرف بالنبي ولكننا نجد ما يفيد أن المسيحيين المسيحيين كان شخصين مختلفين فمسيح هارون هو الكاهن الأعظم الذي يظهر معنى كلام الله الحقيقي وينفذ بالله يشوفوا شو عم بيقول وينفذ الشريعة الجديدة المسيح إيجى من غير شريعة إيجى يكمل شريعة مين الإيجى بالشريعة الجديدة نكمل ومن هنا لقبه دارس التوراة لقبه دارس التوراة في بعض مخلفات الكهف الرابع تمام؟ وهو يلقب أيضا بالمعلم الشرعي للتفريق بينه وبين المسحاء والأنبياء الكذبة سبحان الله قمران عم تشهد للنبي محمد رسولكم من الأنبياء الكذبة قوله ستوب جيب له هذا النص أو جيب له هذا الحلقة قوله تفضل يلا عيش يا حبيبي الله ما بيكمل هلأ من هون ومسيح إسرائيل هو مسيح يهود التقليدي الذي ينحلر من صلبي داود عفوا هنا اللقب سمخ داود هيك مكتوب سمخ داود والسمخ العبرية والعربية واحد هو النوع وسمخ الزرع بمعنى طلع ولعل الأحبار عادوا في ذلك إلى نبوءة زكريا 6 على 12 هو ذا الرجل الذي اسمه النبد أنه ينبت من ذاته ويبني هيكل الرب ومسيح إسرائيل في نصوص قمران هو زعيم سياسي مرخزين؟ زعيم سياسي معناته ليس المسيح معناته ليس المسيح تبركزولي على اللي جاي بعده ويلاحظ أن الدولة المنتظرة التي تقوم عند انقضاء الدهر بركزين هي في الأدب القمراني دولة في قراطية يرأسها كاهن وملك ولكن السيد المسيح ما كان ملك ولكن عنده زعامي ولا مملكي ويتقدم فيها الأول على الثاني الأول على الثاني كما جرى لليهود في عهد الفرس وعهد خلفاء الإسكندر أو على غرار واقع الحال عند قيام الحركة الحركة القمرانية اسمه يا أكارم كتاب البحث عن يسوع لمين الكاذب؟ كمال الصليبي خلينا ندور عليه ونشوف خلينا ندور عليه ونشوف رأى جديدة في الأنجيل كمال الصليبي طيب بصفحة 15 يا أكارم ومن العلماء من كان يأمل في العثور على معلومات من مخطوطات البحر الميت تساعد في حل اللغز التاريخي بشأن يسوع أها إن ذكر اسم يسوع هلأ صراحة ومن العلماء من كان يأمل في العثور على معلومات أي معلومات من مخطوطات قمران تساعد في حل اللغز التاريخي بشأن يسوع لكون تاريخ هذه المخطوطات يعود إلى ما قبل زمن يسوع بنحو قرن طبعا في أدلة بتقول أربع قرون هيدا عم بيقول قرن في أدلة تالتي بتقول إلى قرنين في أدلة تالتي بتقول ثلاثة قرون احترنا يا أرعى من وين بدنا نبوسك ما قبل زمن يسوع بنحو قرن وإلى ما بعده بنحو قرن يعني أبل مولد المسيح وبعد مولد المسيح لكن الواقع هو أنه لم يُعثر حتى الآن على أي ذكر ليسوع أو إشارة ولو خفية إليه في أي من هذه المخطوطات بل جل ما وجد فيها هو إشارات إلى تعليم ومفاهيم باطنية رأى فيها بعض العلماء شبها بتعليم العهد الجديد ومفاهيمه ورأيهم في ذلك يظل موضع جدل يعني حتى كمان رأي ما بيتاخذ فيه حنقرأ من كتاب يسوع المسيح خارج العهد الجديد لروبرت فان بورست صفحة 98 روبرت فان بورست يسوع المسيح خارج العهد الجديد مدخل إلى الأدلة القديمة تمام؟ صفحة 98 صفحة 98 ستبقى 98 سنقرأ الله يكرمكم من هنا بالنتيجة لا يمكن المخطوطات البحر الميت أن تؤكد لنا التفسيرات التي تعتمد محاولة وضع يسوع في قمران عم بيحاولوا كثير من العلماء عم بيحطوا يسوع بالقوة جوه مخطوطات قمران فهذه التفسيرات تتجاهل الدلائل المثبتة المتعلقة بعلم الآثار وبعلم دراسة الكتابات القديمة بما فيها التاريخ عن طريق اختبار نظائر الكربون المجع الذي يفحصوا فيها المخطوطات وإلى آخره الذي يعيد معظم المخطوطات إلى ما قبل تاريخ يسوع هذا تأكيد إن إعادة تفسير الديانتين اليهودية والمسيحية بشكل كامل يفتقر إلى وجود دلائل إثبتات خارج المخطوطات وإن وجد أي منها هو قليل جدا فالأدب القمراني لا يذكر يسوع ليس صراحة بالتأكيد ولا بالرمز على الأرجح يعني اللي بيجي بيقول لك هذا روحي هذا رمزي هذا قلبي أه يا بطني قل له ما علي يا حبيبي روح نام قل له يا قلبي روح نام أن المخطوطات شديدة الأهمية من أجل فهم العهد الجديد خلينا أخذها من بداية وفقا وقد بلغت معظم الدراسات الأكاديمية حول علاقة بين قمران والعهد الجديد موقفا معتدلا مفاده أن المخطوطات شديدة الأهمية من أجل العهد الجديد لكن نسب أحدهما إلى الآخر هو أمر غير محتمل إلى حد كبير ومع أنه يوجد نقاط تشابه ملحوظة في بعض الأوجه العقائدية والتنظيمية بين قمران والكنيسة الأولى ركزه إلى أن الاختلافات أشد تأثيرا وفق هذا كله فإن الحركتين مختلفتان كفاية في آراءهم المسيحية طيب نكمل وبذلك نخلص مطمؤنين إلى أن المخطوطات لا تظهر أي معرفة بيسوع شكرا وأن أعراف العهد الجديد حول شخصية نسوع ويسوع وتعاليمه ليست مبنية على المخطوطات مركزين شو عم بيقولوا؟ ليس مبنية على المخطوطات الكرازة باسم الآب والابن والروح القدس مش موجودة كل الشغلات اللي عملتها الكنيسة الأولى واتهمت فيها أو حطتها ووفقتها ليسوع مش موجودة بمخطوطات قمران والاختلافات بينهم اختلافات كبيرة وعظيمة هذا دليل بمخطوطات قمران بيأكد أنه كتاب وكنيستهم هن اللي حرفوا حارب الإنجلي الناصريين القسم الثالث أين أظهره القسم الثالث الفقرة 21 العدد 8 لا تعتقدوا أني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل الحق أقول لكم إلى أن تزول السماوات والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس أو الأنبياء حتى يكون الكل ولكن 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 وركزولي على كلمة ولكن بات من هون ها هو شخص أعظم من موسى سوف يعطيكم الشريعة الأسمة والأكمل وستطيعون هذه الشريعة وين هذا النص بالكتاب المقدس الحالي؟ وين هذا النص موجود بالكتاب المقدس الحالي؟ إنجلي الناصريين ليه نحلوا؟ طب ما الكلام موافق للكتاب المقدس ليه نحلتوه؟ بس عشان موجود أنه فيه النبي أعظم هيجي مثل موسى أعظم من موسى هيعطي شريعة جديدة وحتكون هي الأسمة؟ هيدا هو الهدف؟ خليني أفتح دائرة المعارف الكتابية الجزء الخامس دائرة المعارف الكتابية حرف صاد من حرف الصاد للغين نجلد الخامس صفحة 232 أهو نأخذ هذا القسم وقد اشتهر الكثيرون من أهل المشرق العرب بالحكمة وجاء في سفر باروخ الأبو كريفي بنوهاجر المبتغون للتعقد في الأرض طبعا منحول دغر ينحل طبعا ما فيه عرب وحكمة وهن كذا وهاء لا ننحل على السريع ولا ننسى النعوص في بلاد العرب كانت موطنا لأيوب وأن صاحبيه بلد الشوحي وألفاز التيماني ينتسبان إلى قبائل عربية والإصحاحان الأخيرة من سفر الأمثال يهتوين على أقوال أجور ابن مطقية مسة ولمؤيل ملك مسة في شمال جزيرة العرب من نسل إسماعيل والتكوين 25 تكوين 25-14 هاي التكوين وين 25-14 بيقول ومشمع ودومة ومسة هذا هو النص هيدا صورة الكتاب طبعا لأنه أبيض وأسود أوريغانوس في المبادئ تمام طيب هنصير لصفحة 122 هناك ملائكة الله القدوسة التي يدعوها بولوس أرواحا ترسل للخدنة من أجل المزمعين أن يرثوا الخلاص والقديس بولوس والقديس بولوس نفسه يدعو بعضها عروشا وسيادات ورئاسات ورئاسات وصلاتين وليس لدي علم أين نبش هذا أوريغانوس عم يقول أنا مني عارف من وين بولوس جيبها الحكي ننزل للحاشية بالرقم أربعة لهذا الإثبات حدان حد أول يمثله انتشار الكتب المنحولة أوف أوف معناها إن بولوس أخذ من الكتب المنحولة اللي أنتو عم تنحلوها يا كنيسة هنكمل إذا اقتبس بولوس أسماء تلك الأرواح من سفر أخنوخ الأول واحد وستين عشرة وأخنوخ الثاني عشرين واحد ومن كتاب وصية لاوي وكتاب وصية آدم وين هالكتب؟ وين أو رؤية آدم طيب وين هالكتب؟ نحلتوها؟ طيب شكرا نيعطيك العافي وحد ثاني يتمثل ورواج هذه المؤلفات المنحولة قبل كتابة بولوس الرسول رسالته إلى الكلوسيين إلى كلوسي هذا الرأي الثاني أن بولوس هذه الكتب المنحولة كانت موجودة قبل بولوس وبولوس استخدم مننا من جهة وانصراف الكتب المسيحيين وانصراف الكتب المسيحيين عن قراءتها من جهة ثانية كما يتضح من جهة الأوريغانوس إياها يعني يا هيك يا أوريغانوس عم يكذب يا بولوس عم يكذب بكلتا الحالتين في كتب مذكورة إنه هو اختبس بولوس مننا مش موجودة ما نتب بولوس كذب كتاب اسمه أخنوخ سابع الآباء أخنوخ سابع الآباء واضح ايه والله حرقوها بس وين حيروحوا من نار جهنم وين هذا الكتاب للخوري بولوس في غالي 64 و 65 ايه 63 و 64 اقفل هيدا تمام 64 و 65 بالعدد اتنين حين يظهر البر على وجه الأبرار تمام حلوين خلنا نزل الحاشي ونشوفش اشبر رقم اتنين بيقول البر أو البار والبار مثل المختار وابن الإنسان براكزين مين المصطفى والمختار وين قال عليه بمخطوطات قمران هو ابن الإنسان سبحان الله سبحان الله 65 ننزل ل65 ويحكم على الخطأ ويبعد الأشرار من أمام الأبرار ركزوا على كلمة الأبرار طيب أمام الأبرار المختارين لن يعود المتقدرون والعظماء مالكي الأرض فقر خم خمسة في ذلك الوقت يبيد الملوك والمختار ويسلمون إلى أيدي الأبرار والقديسين هاي تسعة تسعة وثلاثين منكمل لن تكون رحمة لهم يقول رب الأرواح ستكون نهاية حياتهم معناها تمام إنه البار المصطفى هيكون معه أبرار وحيحكم على الخطأ تمام وحيديد الملوك وحيسلموا هيدولي كلهم إلى يد الأبرار وما هتكون في إيلون رحمة وما هتكون إيلون رحمة طيب خلينا ناخد كتاب بعده حنيخد هيدا الكتاب يلي بعده ما عليه سمحوني كتاب أبيغرافيا وأبو كريفة العهد القديم دكتور إبراهيم سالم الطرزي صفحة 127 تمام الإصحاح السابع والثلاثون خلينا نفتح صفحة 127 مية سبعة وعشرين الصفحة أو الإصحاح السابع والثلاثون أهو هاي السابع والثلاثون صعود آدم للفردوس تحت عنوين صعود آدم للفردوس أنا أصغرها شوي عشان شفوها بيقول وبينما كان شيط يتحدث لأمه بوق الملائكة الساجدون على وجوههم بأبواقهم وصرقوا صوتا مخيف وقالوا مبارك مجد الرب على ما صنعه لأنه تحنن على آدم وعمل يديه هون من ركز ولما بوق الملائكة أتى واحد أتى واحدا من السيرافيين ذو ستة أجنحة وأسرع بآدم إلى بحيرة هذا المميت سيدنا آدم أخذوا الملاك أسرع بآدم إلى بحيرة الآشوري وغسله ثلاث مرات وقاده إلى أمام الإله منكمل حنشوف الطقس والدفن أها صاح 38 بيقول ولكن بعد ولكن بعد كل تلك الأحداث المفرحة فإن رئيس الملائكة قد سأل عن طقس الجنازة للبقايا تمام راح بدي غسله بس منه عارف كيف طريقة الجنازة طيب فأمر الإله أن يجب أن يجتمع كل الملائكة سويا في حضور كل إلى آخر النص بالحديث الشريف لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترن وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده ونحن الآن تلعب نعمله شايفين أنتوا التوافق الرهيب هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئم المهدهين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احسن خواتيم أعمالنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ادخلنا الجنة بدون حساب لصابقة عذاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أحبكم في الله استودعتكم الله لا تنسوا يا شباب في بحث مكون من 200 صفحة حتلقوا في صندوق الوصف لازم تشوفوه والروابط كلها حتشوفوها إن شاء الله بصندوق الوصف استودعتكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة